أستاذ الرجينا تكوز حضراتك في رمضان؟ عادي زي كل الناس برضو ما بتخرجش بالليل ولا؟ لا خالص؟ لا يعني في رمضان انت أصلا متشرب شاشة ولا حاجة؟ لا خالص؟ أستاذ الرجينا متشرب حاجة شاشة؟ بشرب كل حاجة في رمضان؟ شاشة ومخدرات ما أنا عارف انت مش عابي مخدرات بس في رمضان متشرب برضو؟ في كل وقت بعد الفطار يعني أصدك؟ ايه أنا عارف نيك بتشرب مخدرات مش انت اللي بتقولي اه أنا باشرب بلو بشوفك بتشربلي عادي بتشوفني باشرب? انت اللي بتقولي مش انا. انت بتقول باشوفك باشرب باشرب مخدرات. ليه وانا بقعد في الغرز اللي بتقعد فيها ان شاء الله. انا بقعدش في غرز حضرتك. انا بقعدش في غرز حضرتك. انا مش حضرتك والله. اه والله. مش انت بتشوف اشرب حشيش? وانا اللي قلت حضرتك. انت اللي بتقوله مش شرب حشيش. ايه يا سعد اللي انت بتقوله ده. والله هي اللي قالت باشرب حشيش. ايه اللي انت بتقوله ده يا سعد? ما هي بيه سعاد نحن المدداء؟ انا هو انت علىك مسمى بتأجش؟ ما انت بتقول لا سعدي؟ هيا بتقول بذر يا سعد هزار يا فن مشا مالو. بتقول لا سعر هيا استاذ عميل قد يقولي ده طبعا في الواية وياي انت منلكة رجينا وانت عملها له حساب ليه كدا رجينا انا مش عاملة له حد ده عملها حساب ليه انت عملها له حساب ليه كدا سعد مفيش داع انت اقي انت عقداء جدا على فنك انت خلتي فيها سعد يا ساعة. ايه يا استاذ. طب بدينا استاذ شيشة لو سمعش نشرب حجارين. ليه بغرزة بقى بديها حجارين. مم. ده الغرز دي نظيفة عليك اصلا. لا لا. والله ما تعرف تدخل. ماشى بتاعت الشيشة. ولما قوم اضربه. اضربيني? انا هرزرق. ده انا معيش في الدنيا خالص. يا دي الخير. يا استاذ عميل بعد ازنك اقوم ولا هيختم ولا هيعمل ايه في ليلته السودة? السودة? السودة على دماغك بقى. ناري سودة. انت مهزة وانا مهزة ان انا جيت اصلا في حلقة زي دي. السلام يا زي. مع اشكال زي دي. زي كانت ضيفة ولا المزيع ولا القرف. تنكى. طول عمرك تنكى. والله يا مرسي. استاذ عميل انا بين اين الكورسي ده استاذ وكمل الحوار انا والستاذ رجينا. مرسي جدا يا ريهام والله الحقيقة. مرسي على زوئك. انت فكرت تنكى. تنكى كلها. لا يعني انا ما عملت لاش حاجة عشان تشتمي. حقيقة يا. مرسي جدا. قطر خيرك. طب يلا يا جماعة مرسي قوي. حد يجي يشيل المايك ده. حسي زي رجينا كامل انه انت انا بس يا. انا ما بكملش حاجة. حسي زي عميل متحين الكورسي ده استاذ وكمل انه هي خلاص. حد يجي يشيل المايك ده يا جماعة. يا زي رجينا. حد يجي يشيل المايك ده مش مكمل انا. رجينا. ولا معلش ولا زفت. هتمشي ايا. انا انا اللمشي. حد يجي يا جماعة يشيل لي المايك ده افتحوا الباب. تعالي 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 ايه. انه علينا كورس ده يا ريس. انا كورس ده. حد يجي يشيل لي المايك ده يا جماعة. اختي ما اختي ما انتم بقى فيه. انا ما تهزقت. مين اللي هزاك? طب قالت ايه? خلاص قالت لقيته انا لغلطان ان انا جيت البرنامج. اسمعت ليه? طب قلت لقيته. خلاص يا سعد. قلت لقيته طيب. انا اتشتمته قدامك يلا معلش. خليوهم يفتحوا الباب يا سعد مش اقوش. خلاص ولا الله العظيم تلاتة ما سمعت? خارضها. تغفر الله. يا الله ستاس هافل وانا واقف يا أستاذ. طب هاتها وأستاذ طب انا عمل ايه طيب? بتقولك شتمة رجينا. شتمة كالت ايه? وحيات أولادك قالت ايه والله عظيم. مش فاكرة يا سعد مش عايزة افتكر. طب شاتمة قالت ايه? مش عايزة افتكر يا سعد بقى خلاص. يعني اشتمة بالأم يعني ولا هي شتمة. ايه? والله العظيم ما اسمعتها. اشتمة ايه? يعني عادية كده ولا اجتمة ايه? مش فاكرة. قوم. وعملنا المقلة في روزينا. اكيد اكيد اكيد. عمري في حياتي ما هيبقى بالسوقية دي ولا اكيد اي ردود ردتها في الحديث ده ما كانتش صح ولا كانت اي حاجة بس قد ايه روزينا مقدبة وقد ايه صبورة وقد ايه قلبها يعني ابيض في دلتا قلوهم قبل ما ادخل التصوير مفضلكم مقدرش مقدرش ابقى غلصة معيها بس يعني هي كان صدرها راحب جدا 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 ما انا بحييها بجد على على ادبها. وهو وهو ده النوع اللي ممكن نعتبره قدوة في برنامجنا اللي هو ممكن يبقى بنا اختلاف وممكن يبقى منحبش بعض وممكن نبقى مختلفين في القراء جدا ولكن الاختلاف لا يولد خلاف. روزينا احنا اسفين جدا ازا كنا دايقناكي بس والله يقد ايه من الحلقات اللي المثال فيها ست مقدبة وصبورة ويعني وما ردتش حتى علينا بكلمة هو ده اللي احنا نفسنا نعمله ان احنا يبقى فيه حوار بنا ونسمع بعض من غير زعل ومن غير زعيق ومن غير اي حاجة عشان مهما نكون مختلفين لازم نبقى واحد ومتقسفين يا روزينا تاني جاد. روزينا متساعدة قابلكم بكرة وتصفح على الاشي.